بعد أكثر من ستة أشهر على دخولها في غيبوبة بدت على هيئة التنسيق النقابية ملامح تدل على قرب استيقاظها لكن الإشارات الحيوية التي تمثلت في مؤتمر صحفي كان مزمعاً عقده في السادس والعشرين من شباط الماضي وبإضراب عام كان مقرراً في الخامس من أذار خفتت مع تعليق الاثنين إلى أجل غير مسمى عوضاً من ذلك ظهر شبح الهيئة في السراية الحكومية للمطالبة مرة جديدة بسلسلة الرتب والرواتب هو نهج جديد تتبعه الهيئة وهذه بداية تحركاتها بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر كان فيه هدوء على الأرض كان يمكن هون المسؤولين لازم يستفيدوا من هدوء لأنه هن كانوا يدعووا أنه لن نشرع تحت الضغط هل ما زالت التحركات تبع هائق التنسيق النقابية بالأشكال اللي شفناها بسنين الماضي بعيدة؟ ما فينا نقول بعيدة أو قريبة كله مرتبط بمدى تجاوب المسؤولين مع هالمطالب يلي أكتر من محقة يمكن الناس معودي على وجوه معينة بالانتخابات تغيري ما صارش في تحرك لأنه كانت الروابط كليتها بتحضر حالا لانتخاباتها بالإضافة للجو العام الأمني والسياسي خلنا ونعطى مجال للكتل النيابي أن تتحرك ولكن بكل أسف ما تحركت مثل ما هو دائس على بعض أمطار قليلة في مقر روابط الأساتذة نعمي بلا حنة بالنسبة إلى نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة الهيئة لا تختصر بشخص ولا شخصين ولكن على عكس من قابلناهم قبله حدد محفوظ إطارا زمنيا تعود بعده الهيئة إلى الشارع مين ما كان بالسلطة؟ تمانية واربعة عشر وست عشر العمل النقابي بطبيعته عمل معارض هو معارض بناء بس يصير موالي بيسقط القاعدة بتفقن سيئتها بالقيادة وبالتالي أنا أشعر أنه كل النقابات كل الهيئات بدأت تكفي لأنه إذا ما كفت شو بتقول للقاعدة؟ بهالشهر ونصف البقية من العام الدراسي هيئة التنسيق إذا ما شعرت جديد من طعات المسؤولين بوضع السلسلة على جدوة أعمال الجان المشتركة نحن رايحين من جديد نحط إليه تعمل ونرجع للشارع ويكونوا هني مسؤولين عن عودتنا للشارع في منزله يجلس حن غريب الحاضر الغائب في هيئة التنسيق ويصهب في شرح ارتباط ملف السلسلة بسياسة السلطة وفريقي الثامن من أذار والرابع عشر منه وقوامها مبدأ فرق تسد فالسلطة أعطت القضاة والأساتذة الجامعيين 21% ففصلتهم عن السلسلة وتركت للمعلمين والمتعاقدين والموظفين نصف سلسلة وفصلت بين أساتذة الرسمية والخاص وكل ذلك بهدف ضرب الهيئة وإمرار بنود باريس تليتي في السلسلة من خلال التجربة بقدر أقول أنه ثلاث سنين بالشوارع القوى النقابية اللي مرتبطة بالسلطة ما قدر تتغير صنط من مواقف أحزابها بدليل أنه لا يكمل المشروع مطروح بيكل حقوقها كلها وبالتالي هلأ هاي القيادة جاية من هالسلطة فصارت قدام الحايد طابع عنده تفضلوا جيبوه هالحقوق نقطة الخلافية هلأ بالتحديد هو أنه مفترض قدام كل قيادة جديدة تنزل على الجمعيات العمومية وعلى مجالس المندوبين وتقول هيدا برنامج عملي وتقر هالبرنامج العمل بداخله الروابط بعدين ترجع تتحرك الشباب عام يحطوا العربية قبل اللحظة على ما يبدو فإن خطة الهيئة الجديدة حتى اللحظة على الأقل تقتصر على لقاءات مع مسؤولين السياسيين برعاية وزير التربية ليسبو صعب وهذا المسار إذا ما استمر سيكرس ثقافة الزبائنية في ظل بدء التحول من نظام الرتب والرواتب إلى نظام الأجور رونا حلبي قناة الجديد